أصل الحلوم الطعم أصله سواني أنا سيدوه أصل الحلوم الحرب أصل الحلوم الطعم أصله سواني أنا سيدوه بلدي أصلي ميابيه ويحارمه مليهيه أي ستي بكل بيت أي لما في عيد أي حرف أي حتى عندهم أصل الحلوم أي ستي بكل بيت أي لما في عيد أي حرف أي حتى ويحبوا أصل الحلوم طيب في مصر أمو عزيزة عملي طعد وغير من أزيزة وفرح سمي أجارتنا أصل الحلوم شرفيه أصل الحلوم أصل الحلوم الطعم أصله سواني أنا سيدوه أصل الحلوم الطعم أصله سواني أنا سيدوه أصل الحلوم الطعم الأصلي للسامنا المصري ترجمة نانسي قنقر 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 سيبال يعني تجهيز العرائس المساج العلاجي والحجامة مع دكتورة متخصصة وتنسيق القوام وتوزيع الدهون بمساج السيلوليت للقضاء على الخطوط البيضاء وعلامات تمدد الجلد بعد الولادة وجميع أنواع الحمامات التجميلية سيبال يعني بشرة نظرة بدون تجعيد بجهاز الهايفو وتقليل ألام العضلات وتعزيز عمل جهاز المناعة سيبال يعني علاج الشعر بالبوتوكس وبروتين العسل نحن رقم واحد في مصر ترجمة نانسي قنقر 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 رغم النقد والهجوم ووصلت للإيقاف لكن رغم كده لون جديد طلع وانتشر ونجح نجاح صاحق ما فيش فرح في مصر إلا ما فيه أغاني المهرجانات والمطربين المهرجانات ما فيش برنامج ما استضافش مطربين المهرجانات طب النقد ده جاي منين والهجوم ده جاي زي طب لو هو فعلا عملهم انحضار في الزوء العام إزاي حققوا المشاهدات العالية دي وبالشكل ده إزاي نبقى قابلين ورفضين في نفس الوقت ده مش بس كده ده حتى المطربين اللي موجودين على الساحة دلوقتي بدأوا يتجهم لأغاني المهرجانات عشان يمشوا مع زمن المهرجانات كتير من الناس غيروا طريقة تفكيرهم وغيروا طريقة الأغاني اللي بيسمعوها يا ترى دي مشكلة في المجتمع ولا المهرجانات أثرت على زوء المجتمع بصراحة أسئلة كتيرة جدا مش لقيل لها أي إجابة قلنا إحنا هنغلب ليه؟ إحنا النهاردة يكون معانا الأستاذ الناقد الفني طارق الشلناوي وهو بقى يجاوب لينا على الأسئلة اللي مش لقيل لها أجوبة بس قبل ما نبدأ الحلقة تعالوا نشوف تقرير ساعة مع نبال من الشارع المصري انتشر مؤخرا ما يسمى بالمهرجانات الشعبية والتي أصبحت خادشة للحياء وخطر يهدد الزوء العام ولكن صنع هذا العمل يدافعون إحنا الشعب وده طبعا مش من فراغ لما أصحى ألاقي نسبة المشاهدة تتعدى الملايين يبقى طبعا حقهم أنهم يدفعوا على هذا النوع من الغناء واجه هذا النوع من الغناء العديد من الانتقادات والهجوم لما يحملوا من معاني وألفاظ بذيئة وإحاءات جنسية وفي نوع من أنواع تشجيع شبابنا على تناول المخدرات أعمال البلطجة التحرش لما ألاقي مهرجانات بأسماء البنتي البنبي أختك بترقص على مطوتي أمك صاحبتي أختك فتحة ملعب يبقى عذروني أن أنا أقول ده مش فن دي اسمها ظاهرة تدني أخلاقي علشان كده قررنا أن احنا ننزل الشارع ونسأل الناس هل المهرجانات الشعبية خطر يهدد المجتمع وأخطر علينا من فيروس كورونا أم هو تجديد فن بس يا فنديم أنا شايف أنها أمر واقع يعني خلاص أصبحت حاجة موجودة وليها جمهورها وليها نسبة مشاهداتها بس هي محتاجة تنظيم يعني في بعض المهرجانات فيها إسفاف بطريقة بشعة لا لا فن قائم يا فنديم زي زي الأغاني الرومانسية زي الأغاني يعني فن قائم برض حضرتك من معيدي المهرجانات أكيد طبعا لا هو أكيد مش مرض يعني أكيد مش درجة مرض يعني دايدوبك بكل واحد بيخش بيكلم كلمتين اللي بيغني شعبي بس يعني لون جديد من الأغاني نزل مصر بس في حياة وسط يعني هو لها وقت يعني لموضوع المهرجانات أو الأغاني الشعبية بتبقى لها وقت مؤقتة يعني والله هي لها جمارة يعني في ناس كتير بتسمحها وزي ما في ناس كده مش بتسمحها بس هي موجودة في الشارع وكل بيسمحها عايد والله أنا شايف اللي هو الكرير الجديد داخل على الشباب بيبستوا منه بيحاولوا اللي هم يطلعوا لجواههم عن طريق وحاجة كويسة مش وحشة يعني هو أنا مش شايفة ان هو فن يعني يعني مثلا لما أنا بحب ان أنا أسمع غاني أو كده أكيد ما بلجأش للمهرجانات بس فوقت مثلا أفراح أو كده أكيد مش هسمع مثلا أمو كالسوم تبسطني فرح مثلا أن أنا عايزة تبسط مع صحابي أو كده وأنا بسمعش مهرجانات بس هو يعني ما فيش شك إن أصلا مهرجانات هي حاجة موجودة دلوقتي وليها جمهورها وليها الفيوس بتاعتها يعني حاجة سبعة جديد كده ويعتبر كلام وبيحطوا عليه بيتس بس مش زي الفن بتاع زمان الدنيا كلها دلوقتي بتسمعش غير مهرجانات راح بقى زمن عب حليم وراح زمن عب وهاب وراح زمن مكلسوم كله دلوقتي بقى حمو بيك وحسن شاكوش يعني حضرتك بتسمع مهرجانات؟ آه حسن شاكوش حمو بيك علي قد دورة كل الجماعة دول بنسمعهم غير كده ما بنسمعش حضرتك؟ لا أنا مختلف معا في الرأي ما تسمعش مهرجانات؟ أي حدي بيسمع الناس دي هو عمل زي المخضلات الناس دي اللي بيسمع الحاجات دي زي الجبعة بتاع المخضلات اللي تتاجر في المخضلات لكن زمن الجميل الناس الحلوة بتاع الزمان أمه كالشوم عب حليم حافظ الناس دي كلام هلين معنا؟ والله أنا رأي أنا أن المهرجانات جميلة وكل البنات بترقص عليها وعملة جوة حلو جدا وأنا حرة أسمع اللي أنا عايزيه وهو فعلا قائم بزاته وأثبت زاته وكل حاجة بس هو موضوع ووقتي وبيعدي بس بيبسط الولاد وبيرقصنا وبيبسطنا وبيعمل حفلات حلوة جدا بس أنا ما باعتبروش فن أصلا يعني ما باعتبرو حاجة كده حالة بتحصل للولاد والبنات بيرقصوا عليها في وقتها وخلاص لكن هو مش فن حضرتك بتسمعي يا مهرجانات؟ برقص على المهرجانات مش حلوة وحشة ما بحبهاش زي ما قلت كده هي عاملة زي المرض بتنتشر في أسمي بس ما بتحبها وتحب ترقص عليها وانا ما بحبهاش المهرجانات دي لا 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 ما لوا عاملة زيب او بسمع مهرجان اسمه أرض الواجع اسمه مهرجان جميل جدا وانتي بتسمعي ايه؟ انا بسمع مهرجان قلبي دق تلات دقات لما فتكري الزكريات انتي يا بيت ست البنة مانجا يا سكرايا علوة تسبت قولي قلبي ايه انتي حفزوها كلها اوه انا حافظ ايه اغنية وانتي بتسمعي مهرجانات؟ او مسيك القرآن شوية بي اعجبها شوية ترقص هل ترقص معك؟ هل تدخل معك في الأغانية؟ نعم، لكن عندما تكون أغانية شعبية ترقص، وهي شيك شاك شوك ما زي أي حاجة تدخل، لكن أغانية شعبية لا تدخلش هي صاحبتي المفضلين صاحبتي مردون المفضلين ممتك وبابا كيف يعملوا إيلا ما تسمعي الأغانية؟ بيقول لي ما تسمعوا حاش وبيزفلوها عصاً هما ما بيحبسوا وانتي بتسمعيها من وراهم؟ وانتي بتسمعي الأغانية من وراهم؟ بصي هي المهرجانات حلوة جداً في الأفراح، انتي لما بيكوني متضايقة شوية بتسمعي المهرجانات شو ما قولوا لو انتي قاعدة بس انتها بتبقى مكتائبة؟ يعني بيبقى ليها وقتها مش هنسمحها مثلاً بالليل كده نقعد نسمحها زي موكالسوم في أوقات هادية لا بس السعادة فان واحد تبقى متضايق بيسمع مهرجان بيسمعه؟ حالته النفسية بتبقى كويس؟ وانا بقيت طبعاً المهرجانات لأن احنا عندنا اكتئاب نفسي من كورونا وكده فلازم الواحد يسمع مزيكة بقى ايه؟ يعني ترفع من روحه المعنوية شوية وتحسسه انه هو عايش الحياة الرتم الحالة احنا عايشينها بقى سريع محدش فاضي يسمع مكالسوم وعبد الحليم والحاجات القديمة ليه اوليها وقتها فاضلي معاكل والسادة ليها وقتها مكالسوم وعبد الحليم وكله احنا مع المهرجانات بس لما فاش كلمات مسافة يعني اللي بتتقلد يعني كم نوع من انواع المهرجانات بيتسمع بس حلوة لأي حد يسمعها نخجلش منها يعني احنا معايها كيان اه طبعا بحب طبعا اسمع المهرجانات بس ياريت بقى ايه المؤلفين يعني ينتبهوا للشباب ويكتبوا كده كلمات هادفة يعني يعني كده كلمات يعني لها معنى مكالسوم يعني هو اه ماشي ممكن يكون تمام يعني مش مفهوم وكده وناس كتير هوا بتسمعوا دوشة واي كلام بس هو في ناس بتسمعوا وحبها وبيشغلها وبتعرفتوا تقلم معاها وبتعدي بيها يومها وكل الكلام ده كله بس في ناس ثانية برضو بتتئذي منه وناس كتير في كلم وحش وفيه اطفال وفيه حاجات كتير قوي فهي دي بتبقى يعني المشكلة هو عيب وميزة في نفس الوقت انا بصراحة ما بسمعهمش عشان مش بحيبوه ما تسمعش مهرجانات خالص ما تعرفش اي حاجة عن مهرجانات؟ لا طب ليه حضرتك ما بسمعهاش؟ عشان مش حلو ما بحبهاش يعني ما جربت انك تسمع اي حاجة او كنت في مكان وسمعت نوع معين من انواع المهرجانات؟ اكيد عارف الحاجات المشهورة قوي بس ما عرفش يعني ما بحبش اسمعها هي بالنسبة الاغاني الشعبة كانت اصلا فيه كلام مبتزل فبتعدوا لهم يحسنوا من نفسهم شوية فده بقى فن وفن القائم دلوقتي في مصر وابتدت ناس كتير قوي تشهر عليه وبتع فيه بقى يعني لا او مش لدرجة فيروس بس او انا من رأي ان انا ما بحبش الاغاني الشعب عمتا انا بحب ان انا اسمع الاغاني العادية اكتر من ان انا اسمع الاغاني الشعب اللي رأي في المهرجانات انه طبعا شيء مقصص جدا ممكن نشوف اشكال يعني او فيه خلان تفين ان فيه ناس مثلا مجوازين بيشتغلوا التلفزيون فبيطلع او الممثل او المغني او الاشكال دي بيشوفهم ابناءهم ويشوف الناس اللي ازي كده فبتبقى قدوة يعني وحشة جدا لا كل حاجة ولها حاجة مهرجانات دي الحاجة والاغانة الرومانسية الحاجة عشان كده عملوها فئات اغانة رومانسية اغانة حزينة اغانة مش عاية فيه بس دي فئة من الفئات مرحش على الوقت بكل اللي تبقى هي الاغانة هو قصد انها الاغانة الشعبية دي لها ناسها لكن مش مهرجان المهرجان ده بتاع ناس مكززة بترقص من غير هدوم والكلام ده كله ما بين مؤيد ومعارض للمهرجانات الشعبية كلمات للمهرجانات الشعبية حافظ الله شباب مصر حافظ الله مصر ما بين القبول والرفض وبين الاستمتاع وناس مش حبة المهرجانات ومش حبة وجودها وناس تانية بتقول ان ليها وقت معين وبس عموما هنعرف بقى ايه موضوع بقى المهرجانات وانتشرها وازاي نكحة النجاح الكبير ده بوجود دي في الاستاذ طارق الشناوي الناقد الفني اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك المسؤول اللي عمل التقرير لانه جاب كله وجهة النظر وما كانش منحاز لوجهة نظر محددة لا ساب وبيبان حتى على الاداء على التعبير لما توجهي لحد قول كذا او قول لأ قول ابيبان لا دي ميزة كويسة مش مونتشر كتير يعني غالبا اللي بعمل برنامج بيعايز يقدم حاجة يعني وجهة نظر او وجهة نظره لكن لا هنا في حياد لأن الفكرة كلها أن إزاي نهرض الفكرة وإزاي أن إحنا نفهم الحالة من النقد والهجوم والقبول في نفس الوقت إزاي بيكون موجود في المجتمع فلازم يكون تقرير واضح ومحايد محايد جايب كل الأطياف بصي لنقول بداية أي أسفاف أسفاف ضده خلاص يعني بس مش معناها أن إحنا نبقى ضد أغاني المهرجانات لكن أي أسفاف في المهرجانات أو غير المهرجانات لازم كلنا نقف ضده وفي جهات بتتصدل ده لها الرقابة مش النقابة زي ما حد قال المزيعة قالت في الآخر لا المسؤول عن أي تجاوز الرقابة أو المصنفات الفنية ولدينا يعني ملقى ملقوانين ما يعني ما يكفي وزيادة تطبق أنا ضد فكرة أن إحنا نصادر شيء الناس بتتعامل معها أو تتعطى أو حباه لا يعني أغلب اللي أنا سمعته بقول آه بروح الأفراح الأطفال حتى اللي مامتها تقول لها مسمعيش بتسمع وحتى في ناس ولي كان برقص وناس قالوا يا فندم أنه هو وقت يعني هو لو وقت إحنا بنسمعه في الأوقات اللي إحنا عايزين نتبسط فيها في فرح في مناسبة لكن ناس تانية قالوا ما بنحب نسمع بنرجع للطراب الأصيل بتاعنا بصي 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 الفن متعدد الأوجه لا يوجد حاجة في الدنيا اسمها فن مثالي وفن غير مثالي ليه؟ ده اختيارات يعني مثلا أنا بحب أكل طعمية اختياري أعمل إيه؟ صح وهتني لك طعمية إيه وزيته بتاعه خلاص وكي بس أنا كده يعني أغاني المهرجانات زوق زوق طلع أولا طلع من العشوائيات بالمناسبة بس ده لا يعيبها سكان العشوائيات بيدوروا على لحظة بهجة كلمة مهرجان فيها حاجة اسمها زلال الكلمات يعني الكلمة وزلالها كلمة مهرجان أولا هي بالإنجليش فيستبل فيها عيد فيها عيد حلو؟ فيها بهجة وفيها بهجة فالناس دي عايزة كانت من من عشرين سنة يعني في الألفية الثالثة اللي احنا فيها دي بتبحث عن فرح بهجة عايزة أي حاجة تسللها وبدأ طلعت من هنا طلعت من العشوائيات انتقلت سوشيال ميديا عندها قوة غير زمان زمان كان عشان حاجة تنتقل من قرية للمدينة نعد وقت كتير جدا لحظة عب بقت الناس تسمحها وكل التبعات تسمحها مثلا غيره بتاع بنت الجران اللي فيها كلمة مش عارفة ايه معناها حشرب حشيش خمور وحشيش حلو؟ اتغيرت من غيرك مش حقدر عيش خلصت تفهمني؟ برغم برغم فاكرة مثلا فيلم اللي بيغني فيه عبد الحليم لوسيدة الخالية اللي بيغني فيه تخنو غنيها فين عبد الحليم؟ في البار في البار مش كده؟ طيب وتقبلنا ده ولا رفضنا تقبلنا 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 يعني وبعنه كان مفروض انه بيشرب بتاعه وعشان عايز ينسى هي نفس الحكاية خبوا لها ايه؟ لو سبتيني موزايا عبد الحليم حافظ كثلوبنا عبد العزيز ثابتوا فراح البار وتقبلها المجتمع سنة الفيلم ده ممكن ستة وخمسين سبعة وخمسين تقبلها بدون المجتمع اسمح لي يا فندم يعني هل ان احنا بكنا زمان بنتقبل مشاهد معينة في الافلام يعني مثلا زي ما حضرتك دلوقتي يعني اشرت النقطة مهمة جدا احنا زمان اللي كانت بتتصدم من من حبيبته بيروح يذكر في البار ويقعد وده المشهد اللي كنا بنشوفه ليه احنا يعني فئة معينة من الناس ما تقبلتش ان يظهر او يتقل كلمة حشيش وخمور مع ان كان فيه مشاهد زي كده زمان فيه حشيش وخمور وفيه حشيش وخمور جزء كبير من افلامنا فيه حشيش وخمور بالمناسبة كده كانت ما فيه المعظيم قائم على ايه يعني شيخ حسني التناقض دليل ده يعني جزء منه انه الناس بتخشى انه هو يتقال عليه انه هو متسيد فيبتدي يبين لا ازاي انا رافض يعني فكرة ان احنا مش شايفين مش عارفين يشوف نفسنا بشكل صح هو السبب في النقد والقبول في نفس ذات اللحظة بسي كمان فيه جزء يعني فيه جزء مهم الازواء بتختلف والقواعد بتختلف من من اسرة لأسرة ومن زمن لزمن بديهي انه ممكن ان فيه قدر من التحفز غير الخمسينيات خمسينيات كانت اكثر من فتاحا والستينيات ايضا ممكن يكون فيه بقى فيه قدر من التحفز عند الاسرة المصرية في تقبل كل شيء فاجتماعيا ممكن كلمة كانت تعدي دلوقتي يعني بينزل لها بشكل كاني انا عايز اقولك القيم الاجتماعية كلها بتغير كان زمن شفتي مثلا في السلاسية ما بيأكلوش البنات ما بيأكلوش الا بعد الرجالة والقب كمان والقب في الاول كمان وقبل الرجالة حتى لازم السيد عبدالجواد يقعد الاول وبعد كده ييجي الولاد وبعد في الاخر ييجي الملك كان قيمة اجتماعية ايوه صح دلوقتي لا عادي وابا باكي بقى اسمه طارق بقى اسمه بابا ما فيش بابا ولا واندي ممكن بقى طارطه حتى حضرتك حضرتك لازم نعرف ان الدنيا بتتغير والازواء بتتغير والفكر بيختلف واحنا لازم نواكد التطور ايوه لكن ضد في كل احوال اي اسفاف لازم يكون ضده والقانون فيه الكتير مما يطارد اي حد يتجاوز الخطوط الحمراء ده في العالم كله فبالتالي ما نقلق شاوي بصي بقى هكون سريح معاك جزء كبير من الحرب على اغاني المهرجانات لها علاقة بسراع تحتي بين المطلبين وبعد يعني مثلا شوفي الارقام بتاعة شاكوش وغيره وبيكة وكسبرة وحنجرة سيبك حتى الناس سريع على اسميهم الناس يقولك ايه في مطرب اسمه كسبرة الله طب وفي مطرب يبقى اسمه فريد القطرش لو انت حسبتها كده في مطرب يبقى قطرش لا بس اي اسمه كده في مطرب يبقى حجر ايوه اسمه كده يعني كلمة حجر وقطرش لو سبناها لوحدها كده هي ضد السمع وضد الاغناء لكن ده اسمه نعمله اسمه الحقيقي كسبرة او اسمه شهرة او حمو بيكة ده اسمه ولا مليئ حشكوش اكيد ممكن تكون اسمه وممكن مش لا مش اسمه هي المشكلة عندي انا مسمع استاذ طارق نقدر نقول ان اغاني المهرجانات اغاني شعبية ايوه نوع بس فيه ناس اعترضوا فيه ناس قالوا لا هي مش شعبية مش اغاني شعبية بس كل حد انه يعترض بس مش من حق اي حد يصادر النقابة كانت بدأت في موضوع المصادرة هي خففت شوية لكن لو انت فاكرة في التاريخ هتليهم بدأهم بالمصادرة ويكلموا اللي يقولك ايه انه اجهزة الاعلام لا تستضيف اللي يقولها المطربين ويجي النقيب يكلم نقابة تونس يقولها لا تستضيفي حسن شاكوش ومعد كده يجي النقيب التونسي نفسه يا الصديف حسن شاكوش ويكرموا ما نوصلش لهذه الدرجة يعني المطاردات ويقولوا في الافراح يقولك ايه ما يشتركوش في الافراح كلها تخدي بالك فيه جزء متعلق انا الناس دي منعني من الشغل لأ انا همنحهم بقى من الوجود عشان انا اشتغل يعني ضربات الحقيقة جزء كبير منها فيه حاجات من تحت الحزام بقى انا رأيي انا رأيي جزء كبير هنكمل مع حضرتك الكلام عن المهرجانات وهنعرف بعد الفاصل ايه سبب بقى النجاحة بالشكل ده وايه المفروض ان المطربين المهرجانات يعملوه عشان يحفظوا على النجاح ده هنعرف ده بس بعد الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احنا مش مركز طبي ولا مستشفى احنا سيبال افضل منتجع صحي نساء في مصر بشهادة العملاء وتقييم الخبراء سيبال يعني تعقيم شامل وخصوصية كاملة واحترافية بخبرة عالية سيبال يعني ثقافات بجنسيات مختلفة وخبراء تم اختيارهم بعناية متنهية سيبال يعني تجهيز العرائس المساج العلاجي والحجامة مع دكتورة متخصصة وتنسيق القوام وتوزيع الدهون بمساجة سيلوليت للقضاء على الخطوط البيضاء وعلامات تمدد الجلد بعد الولادة وجميع أنواع الحمامات التجميلية سيبال يعني بشرة نظرة بدون تجعيد بجهاز الهايفو وتقليل ألام العضلات وتعزيز عمل جهاز المناعة سيبال يعني علاج الشعر بالبوتوكس وبروتين العسل احنا رقم واحد في مصر كنا بنسأل أستاذ طارق قبل الفاصل النجاح المزهل ده إيه سببه؟ سببه أنه ما فيش فن موازل ده بمعنى أنه مثلا مكلسوم غنت الأطلال كويس وكسرت الدنيا أكيد والغاية دلوقتي في نفس اللحظة أو بعدها في سنة وأن الحاجة كان عدوية بيغني إيه الساعة الدهنبو وكسرت الدنيا هل حصل حاجة؟ اللي عايز يسمع الأطلال بيسمع والعايز يسمع الساعة الدهنبو بيسمع المشكلة في اللحظة دي إيه اللي احنا بنعيشها أنه ما فيش أطلال يعني معنى كده أن نجاح المهرجانات بالشكل ده لأن فيه قصور في الفن الحالي أيوة ده اللي عايز أوصله لك أنه أغلب مطربينة بدل ما يفكروا يغنوا أغاني حلوة حطين كل جهدهم النقاضة حط كل قوتها لمنع لا ما تمنعش أنت أعمل الفن البديل اعملي الأطلال فأنا كراجل الشارع لما يلاقي الأطلال أو غيرها طبعا أنا بدرب نموذة صارخ يعني عشان ناس تبقى قادرة تقارن لكن أنا ما يفهمش أنا نقابة عندها تلات تربع ما كانش عين في المية من أعضاءها ما بيشتغلوش وما بتعملش مناخ صحي عشان يشتغلو وقاعدة تطارد يعني يعني أنت عادة تطارد فارد يعني حضرتك ما كنتش مع القرار اللي أصدرته النقابة المهن الموسيقية ضده تماما ضده تماما أنت دورك تعمل مناخ صحي عشان ده فيه أعضاء نقابة ما بيغنوش يعني ما بيغنوش وبيطلعوا يشتموا في الأغاني المهن ما تغني يا أخي سمعني صوتك قدمني غنوتك خليني أحبك قدمني الفن الصح وده يقول لك العملة الجيدة تطرد العملة الرديئة فعلا وليس على العكس قدم عملة جيدة لكن قاعد أنت ماسك سكينة وبتاقه ممنوع وإنت مين ما تورين يعني طب أستاذ طارق حضرتك بتشوف أن اتجاه الفنانين مؤخرا اللي موجودين في الصحة أنه هم يغنوا مهرجانات هل ده نوع من أنواع الموضبة مع زمن المهرجانات بصي لازم ياخدوا الدرس من الأسجزة من عبد الحليم لما نجح محمد رجدي في مطلع الستينيات عمل إيه عبد الحليم غنى شعبي زي محمد رجدي بس غنى شعبي بطريقته برافو عليك باسلوب عبد الحليم عمر دياب كده شوفي أغنيه فيها مفردات التوكتوك أغني المهرجانات فيها التوكتوك حسنا ليه نتعالى على التوكتوك لأ التوكتوك موجود في حياتنا فيه قطاع عريض منه بس فيه ناس بيشوفهم أن المهرجانات كان ليه تأثير قوي جدا على المجتمع طبعا بتشوف كده أيوة وبقولك مطلب كبير زي عمر دياب ناجح ناجح ليه عشان بيقرأ عمر زي عبد الحليم استفاد من الأستاذ بيشوف الدنيا مش هزاي فعكيا مثلا بشعارك فتفيت والفتفيت ثلاث بنات ومش عارفة إيه وبينطور نفسه يا فانده بس بيبقى شايف الناس رايحة فين فبالتالي بالتالي خد منهم مش تقدم زيهم لأ في فرق بين أنك أنت تعمل أغاني مهرجانات كما هي بعبلها زي ما بيقولوا كده وقالك تاخد غيره المهرجانات ليك وتعملها بالشيكتك شوف محمد عبد الوهاب لما برضو لحن شعبيات عمل إيه الوي الوي يا يمة ما ده حاجة شعبية ده في الكلور ده لحنا عبد الوهاب وانا عبد الحليم واللي كتبها شعر كبير اسم صالح جودة شعر بكتب الفصحة بالمناسبة له يعني أعمال كتيرة بالفصحة لكن خد الوي الوي يا يمة وعملها غين والغد ولا تنجحها لازم الناس تفهم أنها لا تتعالى يعني أستاذ طارق لازم التطور بس بشخصية البناء ده الإنسان أنت بتحط الجملة في السياق يعني اللي هو وهو ده على فكرة اللي بنعيبها للمجتمع مؤخرا يعني إحنا دايما بنجري وراء المودة واللون من غير ما نحط الطابع مزبوط لمستنا بصمتنا لإنه صعب قوي نبقى استنساخ من بعض مزبوط ونبقى مش مقنعين يعني لما حد بيطلع علشان يبقى استنساخ من شخص بيطلع بيبقى مش مقنع مزبوط مزبوط يعني محمد وعد غنى بالزبط غنوة مهرجانات لا خدها ناحيتك واعمل غنوتك وطورها صح وطورها خد ناحيتها زي ما عمر بيعمل بياخد ناحيته ويقدم وشايف الناس بتقرأ حتى بيجدد في المؤلفين المؤلف نفسه اللي هو يعني طبطبة بقت بقت يعني ترند ترند صح اللي كتبها من أيمان بها جت أمر آه كويس اللي هو أغاني كتير جدة قوي وعميقة جدا ووطنية جدا لكن عمل حاجة فيها خلف الزل ملأ وحسين الجاسم قول لي حضرتك فكرة يعني ناخد بلك أيمان اللي كتب فيها حاجة حلوة عن مصر حضرتك اللي كتبها إيه؟ حضرتك اللي كتبها لا أقولك أيمان بها جت أمر أيمان بها جت أمر هو نفسه اللي عمل بيحب التبطبة ومش عارف أيه وبتاع لحسين الجاسم هي عير نفس الشاعر بس عارف لكل مقام مخال هو ده صح حضرتك بتشوف أن كان هجوم الأستاذ الموسيقار حلمي بكر على محمد فؤاد كان في محله بعد كده تراجع تراجع أنا معلوماتي كده ما عارفش حد يصعل حلمي أنا الحلم أصدر راح بيقرأ في الجرائب في ولك إيه؟ حلمي بيقول ما قلتش أو تصلحه بعد كده ولك لا أنا قلت وبعد كده مش عارف لا أحسن ما أنا هجوم كان فيه هجوم مباشر على الفنان محمد فؤاد بس أردت ده أي هجوم عموما لكن أنا مع الرأي يعني أنا ممكن أمتقد فؤاد لكن مش ههجمه أمتقده يعني أنا قلت إيه من شوية ما تغنيش زي بتقول مهارنات لا غني خد منهم بروحك هل ده شتيمة؟ أو هجوم؟ لا ده رأي فبالتالي إذا كان حلمي قال رأي ما يتردش عليه بشتيمة يعني زي أرد اللي أنا بقوله ده لا يرد بشتاء منك مع الأسف فيه تجوزات صح اللي أنا قريته مش عارف حوريك ومش عارف إيه ما ينفعش يعني عايزة أقول وليه حضرتك ما تقولش إن الساحة بتفتح مجال لخل الصراع لا بس فيه قواعد ما حدش يتجاوز لا 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 أنا رد التجوزات حتى اللي هو يهجملي بلفز نابي ما ردش عليه بلفز نابي بالمناسبة مش عبقرية بس مش كل واحد بيقدر أنه ما أنت لازم تفلط قانونك مع أي حد معدي من كل الكلمة أبيحة ترد عليك كلمة أبيحة؟ حاول يعني نرقى أستاذ تار أحدى شركات الاتصالات في الفترة الأخيرة كانت قبل كده الإعلانات بتاعتها بيزنس كلاس اتجهت للشعبي حضرتك بتشوف سوء الإعلانات إزاي؟ بص الإعلانات طبعا اللي تكسب بيه يلعب بيه وشكل مباشر ما فيش واحد بيعمل إعلان عشان يعمل مثلا يخلي الزوء العام عالي أو مش زينه ده مش زينه زوء العام أو بينتقي اللب هو بيأخذ الحاجة اللي ممكن منه بتنظر تسمع مع الناس بعض الساعات أحيانا بيتجاوزوا كان فيه إعلانات بدون ما أقول أسماء حصل تجاوز وتم وقفها لأنه كان فيها يعني جرعة أكتر من المنطق عشان تجذب الناس يعني ما فيش مشكلة أننا نمشي طبع الموضة بدل بس فيه حدود بدليل أنه فيه إعلان ممكن نتقبله وفيه إعلان وليس فيه تجاوز وبيتشال لأنه فيه فيه آخر فيه إنما واحد يعمل إعلان يعمل جاذب لازم يبقى جاذب من الحاجات اللي كانت غريبة جدا إن جوجل سرخ وقال يا جماعة أنتوا عمانين تقولوا نقضوا هجوم في إيه ده المصريين أكتر ناس عملوا بحث على الأغاني المهرجانات دي برضو كانت مفاجأة عيشنا فترة كبيرة جدا فيه هجوم شرس على أغاني المهرجانات وإيقاف وناس تطلع ومطردات ودربات الحياة ملاش معنا إزاي إزاي حالة الموضوع ده بصراحة يعني مجنيني في مصري يعني إزاي حالة التناقض دي فيه طبعا قدر من التناقض إذا كان عايزة أقولك اللي كان بيهاجم المهرجانات ناس لهم مصلحة ويدخل في أكل العيش طبعا أنا عبارة مش حاجة لك تغني كده أنا ما فهمش إنه حد يقول للأفراح يخش ولهم ما يغنيش بتقوم مهرجانات أنت عمي في الفرح ممكن أم العروس أو أم العريس تغني وهي معها تصريح من نقبة لا طبعا مش كده وبتغني يعني عايزة أقول يا جماعة أظن أن الهجوم اللي هو مبالغ فيه أوي طبعا أنا بقى مش هخليه مبتاع خلى الناس ستعاطف فالهجوم كان من فئة كان لصلاحهم كان لصلاحهم أنا شايفة أنه هو كان لصلاحهم حتى لو هو مسمحش مهرجانات ولكن ما أسمع إيه من الناس بقول إيه ومش كل أغاني يعني فيه جزء من أغاني المغنيات ممكن يبقى فيه إسفاف لكن مش كل أغاني المغنيات بسمحها ما هو الشعر عظيم ولا لحن عظيم أوكي هو كل حاجة في حياتنا عظيمة وأستاذ طارق ما هو برضو قاله في التقرير دلوقتي إن إن لأ إحنا عندنا زو وعندنا ونتزوق الفن وبنحب إن إحنا نعيش المشاعر بتاعت الأغاني الجميلة القديمة بتاعت عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش لكن فيه أوقات معينة أنا ببقى محتاج لإني بالبلدي أو يعني باللغة لحظة نفك نفك طبعا 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 فإذن برضو فيه وعي من الشعب أو فيه وعي من المجتمع إن ده له وقته ده فرح ده قعدة حلوة ده عدم لات أنا دايق من الشغل ومتدايق قوي وعجب يلا نهايس أو نغير الموت بتاعنا بصي لازم لازم نتعود على أن إحنا لا نعادي الفرح ولا نعادي البهجة ولا نعادي زوق الناس اللي حاصل إن البعض بيعتقد إنه واصي على زوق الناس الناس تحب حد أي فأبتدي أولك طوله بصي عبد الوهاب لما طلع عبد الوهاب مش بولك بقى عبد الوهاب طلع فيه ناس رفضت إغناء عبد الوهاب قالوا ليه رفضوه لأنه مش بيغني زي سلح عبد الحي إنه هو جيل أسبق لما طلع عبد الحليم ناس رفضته وصيت في الإزاعة بالمناسبة نهاية الأربعينيات أكتر من مرة يسعت من قمم قالوا لا 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 مش ده الغناء عبد الحليم بعد كده تقبله إنه ده 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 نوع يعني حضرتك بتشوف إنه الهجوم مش شيء منطقي لكن أنا يعني ليه رأي خاص يعني أنا بشوف إنه أي حاجة بتظهر عايز ترد عليها رد قوي رد بالفكر رد بالتطور رد بسلوب أقوى الديني أغنية أسمحها في الزمن اللي إحنا فيه دوت وتاخد نفس المشاهدات وتاخد نفس النجاح اللي هم وصلوا ليها لو أنا بتكلم بصوت المطرب بالأغاني المهرجانات طيب ما أنا من حقي إن أنا أكسب ومن حقي حقق مشاهدات ومن حقي إن الناس تسمعني وعندي طموح إيه المشكلة إن أنا أكون بعمل مهرجانات ما هو المشكلة إنه 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 الآخرين اللي ما بيشتغلوش واللي مش نكحين أقوية لأنه معهم إعلام وبدأوا يوصلوا الإعلام وصوتهم عالي كويس عايزين يصدروا مرة زمان المناسبة في النهاية التسعينيات لما طلعت أو مطلع الألفية دي لما طلعت نانسي عبرم كان فيه أكتر من ملحن كبير بيهاجمها أقول عليها مش مطربة عملت خدت منهم ألحان كارتين ملحنين وغنتها سقته يعني نجحت كل أغانيها مع دا اللحنين دول أثبتت لهم إن اللعب فيكم إنتوا مش عارفين تعملوا جملة الصحة مش عارفين يتطوروا مع الزمن بس فأنت أقدم غنوتك مفيش حاجة يسمعها الجمهور لا يتقبل فن الجيد ما الصحيح قدم فن يتقبلوا الناس اعرف فين اللي مفتاح بتاع النجاح إنما لا تصادر لا تصادر الآخرين اعمل نجاحك أسهل حاجة في الدنيا لأن أنا شنع مش أن أنا أعمل شغل ودي برضو المشكلة يعني أنا شايفة إن مطربين المهرجانات عندهم مشكلة كبيرة جدا دلوقتي إن هم هل يترى هيستمرهم هيستمرهم ولا هو لون وموضة وهينتهي وإن هم لو فعلا واخدين الموضوع من ناحية نجاح وتحقيق ذات زي ما بعض المطربين طلع يتكلم وقال كده يبقى عايزين يطوروا نفسهم قويس قوي عشان يقدرهم يستمرهم في الصحة الفنية بص يقالوا ما انتقدش أن عندهم أي حاجة من يتولتي أعمل شوية ما عندهمش التوجز ده لكن هم ولاد بلد ابن البلد عارف إنه دي لحظة ربنا فتح لي رزق أعمل وأعتقد أن هم أسكية بحيث أنه اللحظة دي كم سنة دول أنا شغال وشاف اللي قبله ومبيشتغلش بالمناسبة فهيلم وحيزبط ويزبط نفسه وخلاص آه ما عندهمش بقى أحب مش هيتطور لأن التطوير محتاج لقدر أكبر من الثقافة ما أعتقدش أنه عندهم مش بعيب عليهم آه لكن ما أعتقدش أنه عندهم ورغم ذلك هما ثقافتهم برضو عميقة أنه مدرك أن دي فترة زمنية هيجي مطرب مهرجانات آخر ربما ما بقاش يسمعها مهرجانات آه يبقى يسمعها حاجة تانية حاجة تانية صح آه بس هي مستمدة من الحالة الشعبية وينجح أكتر ما هو فيه صعود وهبوت مطرب يعلى ومطرب بي هي الحياة كلها كده أيوة وفيه مطربين كانوا مكسرين الدنيا ودلوقتي ساعدوا صغير ما كان مكسر الدنيا هل ساعد في نفس قوته لأ طبعا الليسي نجح شوية هل هو لسه نجح بنفس القوة لأ برضو نزل شوية وهكذا وهم عندهم دول ولاد بلد خدوا الثقافة والحكمة الشعبية ليه يومين ربنا فتح أخذهم وأزبط حالي وانتهى الموضوع على كده طب حضرتك ولو دامك لغيرك ما جاءت إليك وفهمها منها حقيقة وبيعملوها كده يا ترى السوشيال ميديا كليها يدك دي طبعا يعني اليد الكبرى في انتشار أغاني المهرجانات أكيد أكيد خدي بالك أسئل غنوة واللفز أسئل غنوة عبارة عن نغمة وألفاظ الألفاظ بدأت في السوشيال ميديا كلنا نتباحها بقى فيه قواميص للألفاظ الجديدة قواميص الروش طحن ده ما كانش على أيامنا بس احنا اضطرينا ندرسه عشان نفهم نفض ومش عارفها وعمل وقلبه يعني بقى فيه مفردات كتيرة لازم أنا أستوعبها صح وهكذا فالسوشيال ميديا طبعا طبعا لعبة دور مهم في الانتشار وفيه نقطة تانية برده سهولة تسجيل الأغنية برده عامل من العوامل فانت طبعا يعني يعني ما فيش نغمة وبركب عليها الصوت والدنيا بتمشي وبتنتشر حتى الأخطاء أنا عزيزي لك هم قدروا قدروا يسوقوا أخطاءهم ودي خدوها من شعبان عبد الرحيم عارفة كلمة إيه انت بقولها شعبان إيه إيه دي جات الزي وهو في التسجيل هو شعبان مش هيحفظ مدرش هيحفظ بس كان الشعر بتاعه كويس بيسمعو بيسمعو فهو هو بيقوله إيه فبيقوله كذا فالمهم هم بقعدين بقى يعيدوا التسجيل فلو كلمة إيه حلوة نغمة حلوة فمشيت إيه بقت إيه فسيحان يقوله إيه فالعندة أقوله مثلا بتاع بتونسة ليه ده معرفش يقولها كان حمو بيك تقريبا أيو حمو بيك بقى الترند حلوة يعني الغلطة حتى وإنه هم بيلمسوا برضو فئة من المجتمع فيه فئة شعبية بتحب النموذج ده بتحب الشكل ده بتحب نوعية الأغاني لا التركيبة خدي بالك مثلا شعبان عبد الرحيم كان من الزكاء عمل تركيبة ما ستعودي لو قاعد معاك كان يقولك الله أرحمه كان صديق بيقولك مثلا تجايبها أنسون بيقولك ما عندكيش بس كويتة ساقي يعني يعني بس هو مش بيقوله عشان يمثل هو تلقائي تلقائي كده فهما دول الحاجات البسيطة دي شعبان نجاح هما ماشيين بالبركة وشايفين ده وعارفين أنها ممكن اللحظة تنجح بطون سليه مش عارف بطون سليه مش حك كسف مش عارف بطون سليه لو اعتراض بعض الناس على الكلام البزيئة ما هنقولنا نحن ضد البزيئة حضرتك بتشوف هنا أن الرقابة ليه هدور مش النقابة الرقابة الرقابة مش النقابة أنا بقولي حلاك الرقابة مالاش علاقة بالرقابة ولا مالاش دعوة بتدخل في مالات ففترة ما كان بدأت النقابة تقولك فستان السدر بتاع المطربة ومش عارفة تحت الرقبة لا 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 فيش نقابة في الدنيا اللي علاقة بالرقبة فوق الرقبة والفستان أخبره إيه كده دخلنا في الغلط يعني وبالذات أنه نحن كلنا عارفين أنه مش هتبوه على كل حيطبقوا اللي عايزين يطبقوا عليهم مليكش دعوة انت بالفستان ليك دعوة بالغناء جمال وقامل مناخ صحي وبعدين بقى تأكدي ان كل اللي رفضين او بلاش كل عشان ما يزعلوش أغلبهم هيغنوا مهرجانات ما هو حصل ما بولك أغلبهم حتى اللي هم متزعمين الرفض لما يعني مثلا بولك حاجة هني شاكر في برنامج بالبرامج غنى بنت الجران عملت ترند عملت معات ترند مع هاني طيب معناها ايه لازم حنفكر مرتين يبقى في حاجة ملمسة طيب هو برضو الفنان هني شاكر عمل دوته مع أحمد سعد وكان واخد برضو اتجاه معين طابع بتاع هني شاكر بصي بصي يعني برضو دي كانت حاجة وبردو حققت نجاح عالي جدا نبدأ نقش في علي حميدة علي حميدة عمل لولاكي فاكرة الغنوة دي اه طبعا بكسارة الدنيا اللي انا متذكره دي كان نهاية التمنيات انه سألوا لترحيني السام الحفنوي سألوا هاني شاكر كان فيه هجوم على لولاكي جمدة جدا هجوم طاغي سألوا هاني شاكر عن الغنوة قال لهم لو كان سام الحفنوي عرضها علي كنت غنتها انا بقولك وانا مسؤولة عن الكلمة دي وانا تخطش انهاية حينكر نوع ده برغم الهجوم الطاغي طب لولاكي كانت شبه كده برضو يا عمر لا طبعا اللي غنها هاني في الاول ما كانت شبه هاني مش لكن كانت ملمزة قال لهم لو تعرضت عليها غنيها فانا رأي انه يعني استاذ طارق انا بقى كده اقدر ان احنا نفهم شوية من الاسئلة اللي محيارانا النقد الهجوم الرفض القبول الكلام وعكسه ان كده في حاجات بتكون ضرب من نوع معين بيتوجه للفنانين اللي هما المهرجانات علشان مصالح معينة وعشان امور مش عايز اقول كله فيه جزء 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 معكد جزء وجزء كبير اصلي شي غريب ده مفيش فرح مفيش في موادل مشكلة المهرجانات لان هما مش موجودين فبدأهم يطلبوا طب ما قالك طب ما نبعد مستحيل انت بصي اي شيء اللي علاقة بالوجدان ما تقدرش تمنعه ميلي بيختار الوجدان انا عايز اسمع غنوة مهرجانات مش طلبة معايا غنوة حازينة كويس عيد ميلاد جرحة انا مش اسمعها دلوقتي عايز اسمع بنت الجران اوكي اه يعني يعني فيه ناس بتعتقد ان لما امنع حيروحولي لا مين نجم مين نجم الاغنية الشعبية ومين نجم اه الاغنية المهرجانات الشعبيات شيبة انا محب شيبة اه بحب له بحب 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 صوته كمان المهرجانات انا معجب جدا بحسن شكوش انا رأي انه صوت صوت جميل خش القلب اه وفاهم بيغني ايه وزاكي يعني يمكن اللي حيحمي حسن شكوش انه اكتر المجموعة زكاء محتاج انت لإطار من الزكاء هو عنده الزكاء وحكيم لا حكيم ده جيل قديم اه حكيم ده جيل ابويا لا عادي اقولك لا حكيم ده لا حكيم طبعا حكيم بدليل انه عايش تغدل لقتي بس حكيم مش يعني ما بنتكلمش عنه في اللحظة دي ما هو حكيم هو حكيم وغنى مهرجانات بالمناسبة كمان هو نفسه غنى مهرجانات قريب كويس لا حكيم زكي طبعا بس انا بتكلم على المجموعة اللي تقصدها بتاعك اليومين دول مش القدامة وانا بختم مع حضرتك الحلقة يا استاذ طارق عايزة اسأل حضرتك سؤال اخير لو حضرتك طلعت على ستيج ووقفت قدام جمهور غاني المهرجانات تقولهم ايه غني يعني لا مش غني ما اعرفش غير صوت يبعيش هتقولهم ايه للجمهور اه هقولهم غنوا اذا غنوا غنوا غنيها معهم هلهم غنوا مشان اللي هقول لا انت غني زي ما انت عايز اعبر عن نفسك زي ما انت عايز كويس لسه الاغني ممكنة زي ما قال محمد منير ايه من سنة سبعة وتسعين تكلم على كم سنة قرابة ربع قرن علي صوتك بالغنى لسه الاغني ممكنة لسه الاغني ممكنة عايزة اقول ان احنا عشان نقدر ان احنا نقف قدام اي موضة او اي لون لازم نزهر بشكل اقوى ولازم نزهر هولا ب قدم فنك يعني نقدم تطور فكر وثقافة وفن قدم فنك للناس خليهم يقولوا ايوه انا نسمع دي بالزبط لكن ما تقولش لا ده ما يغنيش قدم الجودة علشان هما يكون عندهم القدرة على الاختيار هو ده لكن لو ما فيش وهو ده اللي موجود ما تلومناش بقى ان احنا بنروح ده الطبع الوحيد اللي قدام احنا قدمني اطباق تانية احلى بالسرط هاخدها استاذ طارق شدناوي انا بشكر حضرتك جدا شكرا حضرتك وبشكر وجودك معنا في ساعة مع نبال وفي ختام ساعة مع نبال انا النهاردة اتكلمت بصوت الجمهور وبصوت المطرب وبصوت الناقط يفضل برضو السؤال موجود احنا عايزين ايه عايزين نحارب موجة معينة ولون معين يبقى لازم نطور نفسنا ونغير من فكرنا ونقدم شيء يحترم يكون هو المسيطر او هو ان الجمهور يختاروا باردته قيمة فن لكن عايزة اقول ان من التقرير طمننا ان لسه فيه ناس بتقدر تميز بين الفن الاصيل وبين المودة واللون وانه وقت وقت وممكن يعدي وهنا الكورة بقت في ملعب مطربين المهرجانات لايبقى لون وينتهي وصورة ويروح ملامحة لايبقى حاجة مستمرة الموضوع مطلوب منهم دراسة ووعي وتطوير وبرضو السؤال لسه لحضراتكم يا ترى انتم مع اذاني المهرجانات ولا ضدها اشوفكم على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة